ننتقل إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لنقل كلمة قداسة البابا توادرس أساني بابا الأسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية مالك اليهودية وسألوه وتاخدوا بالكم أن المجوز دول عباداتهم عبادات وسانية وصلوا وسألوه أما هذا الهيرودس الخبيث فقال لهم بس عرفوا لي هو فين وأنا أروح أسجد له وطبعا كان يدمر شرا في قلبه راحوا بحسب النجم وأشار إليهم إلى المزود ووقف النجم فوق المزود ودخلوا هؤلاء المجووس الحكماء وقدموا هداياهم التي لها المعاني الرمزية في حياة السيد المسيح وبعدين فكروا أنهم يرجعوا لهيرودس لكن ظهر لهم حلم أنهم يرجعون من طريق أخرى ولم يرجعوا إلى هيرودس كانت استجابتهم تمثل استجابة الإنسان المشتاق الإنسان المستعد في واحد تقول له حاجة يقول لك حاضر وفي واحد تقول له حاجة يقول لك حاضر ويصهين وينام فيها وفي واحد على طول شغال واخد باله ملتفت ويعلم أن الوقت قيمة غالية في حياة الإنسان وما يصحش أن الإنسان يضيحها في التسويف يضيحها باطلا هذه إخوتي مشاهد أربعة لاستجابة الإنسان أمنا العزراء القلب والأذن المطيعة والرعاة القلب والأذن النقية وبيت لح القلب والأذن المتسعة والمجوس هم القلب يمثل القلب المشتاق والمتلهف للحقيقة أما المشهد الخامس فهو يخص هيرودس هيرودس وكان إنسانا خبيسا وأضمر شرا عندما علم أن هناك ملكا آخر ولد وتصوروا كده ويايا ملك كبير بالهيلمان بتاعه خايف من ملك صغير لسه مولود بآل وأيام أو أسابيع ولذلك عندما لم يرجع المجوس إليه هذا الملك هيرودس أصدر قرارا بقتل أطفال بيت الأحم وهذه أول حادثة شهداء في تاريخ المسيحية كانوا أطفال وقتل الأطفال الذين في بيت الأحم من سن سنتين في مدون وهو يأمل أن يكون في بينهم الملك المولود السيد المسيح ولكن السيد المسيح كان مع أم العذرة مريم والقديس يوسف النجار هربوا إلى مصر المكان الآمن وكأن التاريخ أيها الأحباء يعيد نفسه ويبدو أنه في كل زمان يظهر هيرودس الشرير الذي لا يسمع ولا يستجيب لصوت للإنسانية ولا صوت العقل ولا صوت الحكمة وها نحن في الأسبوع الأخيرة شاهدنا مجازر يدمي لها القلب ونتألم لها كثيرا ويطيح بالأذن التي لا تستجيب يطيح بكل شيء سواء على المستوى الدولي أو المستوى الإقليمي أو المستوى المحلي ولا نسمع أي استجابة لا إنسانية ولا غير إنسانية لما يحدث على الأراضي المقدسة في فلسطين إننا نتألم كثيرا ولذلك خصصنا الشهر الماضي في الشهور الإبطية شهر كياك لكي ما نصلي من أجل أن يحل الله بسلامه وأن يعطي الأذن التي تستجيب ومكتوب يا إخوتي الأحباء ما له أذنان للسمع فليسمع صح عندنا ودان وأحيانا ودن الإنسان تبقى من ناحية الصحية جيدة جدا وأحيانا واحد يقول لك أنا ودني بتسمع دبة النملة ولكنه لا يسمع إلى وصية الله ففي الوصية العشر هناك الوصية التي تقول لا تقتل وهي وصية قوية وواضحة جدا في عبر العهد القديم وممتدة بالطبع إلى العهد الجديد ولكن يطرح صوت الله جانبا ونسمع عن شهداء وضحايا ومصابين ومجرحين وبيوت مدمرة بصورة مزعجة للغاية واعتقد أن التاريخ سيقف أمام ما يحدث من مجازر سيقف وقتا طويلا عيد الميلاد أيها الأحباء هو دعوة لنا جميعا أن تكون لنا الأذن التي تستجيب الأذن التي تسمع الأذن التي تعمل الأذن التي تطيع لأنه عكس ذلك يضيع الإنسان وينسى الوصايا الإلهية وأصوات الحكمة الإنسانية وينسى أن الإنسان مهما تعازم ومهما تكبر فيروس صغير زي اللي حصل فأيام كورونا يوقف الدنيا بحله فالإنسان ضعيف ولكن استجابته لصوت الله تعطيه غنى وتعطيه قوة ولذلك أرسل لنا الله الرسالات السماوية لكي ما نستمع لصوته ونتمتع بوصاياه ونعيش فيها في حياتنا فتصير حياتنا أفضل وأفضل وأفضل في عيد الميلاد المجيد نرفع قلوبنا وصلواتنا من أجل كل المتألمين ومن أجل كل المجروحين ونرفع صلواتنا من أجل كل مناطق الصراع والحروب والعنف ونصلي أن يمنح الله سلاما لأنه مكتوب طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يتعون في بداية السنة نحن نفرح بأن هذه السنة تكللت بالانتخابات الرئاسية وبنجاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون رئيسا للفترة القادمة وكما بدأ هذا المشوار في قيادة مصر بالمشروعات والإنجازات وبناء الدولة والإنسان بهذه الصورة القوية من حفظ شعب هذه الشهادة الفاضلة أن يكمل المسيرة ولذلك نحن نصلي من أجله ومن أجل كل المسؤولين أن يعطيهم الله النعمة والحكمة والمعونة وأن يبارك في مسؤوليتهم وأعلم تماما أن كل المسؤولين في بلادنا على أعلى درجة من الأمانة والإخلاص والانتماء للوطن ومحبة التراب تراب الوطن الغالي وأعلم أنهم يحملون مسؤولية عظيمة جداً فنحن لسنا دولة صغيرة فمصر العظيمة بتاريخها العظيم وحضارتها الغنية والمسؤولين فيها يحملون مسؤولية كبيرة جداً ولذلك يحتاج منا دائماً أن نصلي وأن ترافقهم المعونة الإلهية أكرر شكري ومحبتي لحضوركم وتهنئتكم ومشاعركم الرقيقة التي تعبرون عنها دائماً هؤلاء الذين شرفون في زيارة المقر البابوي أو في البرقيات واليوم بالحضور أشكركم كثيراً على هذه المحبة ونصلي دائماً أن يديم محبتنا في مصر لنا جميعاً مع بعض وهذه المحبة هي التي تتماسك فيها القلوب وتعمر الأرض ويبقى كل إنسان فرحان بحياته وفرحان بانتماؤه من أجل مصر الله يحفظكم جميعاً ويبارك في هذا العام الجديد وإن كانت هناك بعض الأزمات فمصر واخدع الأزمات وعرف أن عين الله تحرصها ومصر نفسها محروصة في قلب الله وأنا واسق وكل إخوتي الأحباء من الأباء المطارنة والأباء الأساقفة والأباء الكهنة والشمامسة وكل الشعب نحن نصلي من أجل أن يسود مصر دائماً هذه المحبة وهذه الألفة وتكون مصر دائماً في مقدمة كل الأمم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبت أمين